في البدء التعريف بالمحفل العلمي الدولي المحفل هو عبارة عن وعاء علمي خاص بأعضاء منصة أريد لمشاركة الأنشطة والفعاليات وأيضا الأمور الثقافية والفكرية والتواصلية التي تحقق الفائدة للحركة العلمية للناطقين بالعربية طبعا في ضوء ما أقره أعضاء اللجنة التحضيرية لهذا المحفل من قيم ورسالة ورؤية وأهداف للطلاع على هوية المحفل العلمي الدولي يعني رؤية المحفل هو عبارة عن ملتقى لجمع العلماء والخبراء والباحثين وتبادل الأفكار وتعزيز التواصل فيما بينهم أيضا الرسالة التي يسعى المحفل العلمي الدولي أن يحققها هي أن يكون رائدا في نهضة المعرفة والعلوم بالطاقات العلمية للناطقين بالعربية وله جملة من الأهداف يعني أحد هذه الأهداف توفير حاضنة للمبدعين والمبتكرين للباحثين للعلماء أن يمكن أن يلتقوا بمختلف التخصصات تخصصات متنوعة بوقت واحد ومكان واحد ويتباحثوا ويتبادلوا الأفكار والرؤى فيما بينهم ويكون هذا مخرج واضح يعني إما بمجموعة بحثية أو مؤتمر ينبثق عن المحفل العلمي الدولي مؤتمر تخصصي أو كتاب أو فصل في كتاب أو بحث علمي فهذه الفكرة التي نشجعها بالمحفل العلمي الدولي أنه يرعى فلسفة الأفكار البحثية البينية ترجمة نانسي قنقر